وعليكم ورحمة الله وبركاته. آآ معاكم ادوات الكروشي والتريكو. آآ هنتكلم النهاردة عن منتج من منتجاتنا. والحاجات دي بتتباع من خلالنا. آآ ادوات الكروشي والتريكو. صفحة بتاعتنا ادوات الكروشي والتريكو. آآ والقناة بتاعتنا برضك بنفس الاسم. ورقام نزير وعشرة تلاتة وعشرين تلاتة وخمسين ستين تمانية واربعين. لطلب اي منتج. آآ اتكلمت في فيديوهات وشرحت كتير عن الابرة النفاش وان هي ازاي بنشتغلها بخيوط قطن. وآآ وطبعا ده مدربة تطريز مدام بسمة الفولي. آآ شرحة كل التفاصيل للناس اللي مش عارفة تشتغل بالابرة. وبتقول ان الابرة مش بتبع عرف تشتغل بيها. عايز اقول لكم آآ كورس مكسف رائع جدا. انا شرحت لكم. وتعلمت الابرة زي وزي ناس كتير جدا. من خلال السدي لان هي مفسرة في كل حاجة عن الابرة. آآ ووفرت لكم. انا بشتغلش في الخيوط. او حابة اكد تاني انا بشتغل في الخيوط بس انا ووفرت لكم الخيط ده. عشان كتير مش بيعرف يوصل آآ لخيوط تمشي مع الابرة. ده خد دي ام سي دي باكت فيها خمسين شلة. مش ميت شلة. ده الباكت الصغير خمسين شلة. آآ ده خد دي ام سي. اوكي. آآ دي الابرة الشرقية اللي احنا نشتغلنا بيها بالخيط الصوف. وانا علمتوكو وعرفتوكو ازاي بنشتغل بيها على الايتامين ونعمل منها طبلوهات والسجاجات. والمرة دي بقى ووفرتو لكم اطارات آآ تلات مقاسات. مقاسات الاطارات دي قطرها تسعتاشر واتنين وعشرين وحوالي تمانية وعشرين. دول مقاسات اطارات آآ اللي بتنفع آآ القبر لشغل التطريز عمتان. آآ ستام بقى آآ ودي ابر التطريز بالخرز عالطل آآ عالطل والا بالخرز وترتر. آآ يبقى كده احنا عرضنا آآ كل ادوات التطريز. آآ الم التطريز للنفاش. وآلم التطريز الابرة الشرقية وابرة لتطريز بالخرز. وده آآ عشان ازاي تعرفي ترسمي على القماش. آآ كده اتكلمنا عن آآ آآ ادوات التطريز وآآ منتجاتها. واللي عايز اي منتج من المنتجات دي. يتصل بي على زير وعشرة تلاتة وعشر تلاتة وخمسين ستين تمانية واربعين. آآ والحاجات دي بتباع الاصلية من عندنا. عشان في حاجات كتير جدا آآ نزلت في السوق ما مش اصلي وتقليد. آآ والحمد لله بنتأكد من الحاجة كويس جدا قبل ما نبعتها لك. وشغلنا اونلاين. ما عنديش مكان اعرض فيه الحاجة. آآ ببعتلك الحاجة لغاية البيت عندك. آآ والحمد الله. آآ آآ اسألوا علينا في آآ في البيتش بتاعنا ادوات الكورشي والتريكو. ولينا قناة اسمها ادوات الكورشي والتريكو برضك. آآ بنعرض فيها كل ادواتنا وبنشرحها. آآ واتمنى يكون منتجاتنا مفيدة بالنسبة لكم. آآ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة